بمدينة مراكش جرى تنصيب بالعيد بوغادير رئيساً لجامعة القاضي عياض بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وخلال حفل التنصيب نوه السيد عبداللطيف ميراوي بالخبرة والتجربة التي راكمهما السيد بوغادير طيلة مصاره العلمي والأكاديمي ومن جانبه استعرض رئيس الجامعة أهم محاور مشروعه والستراتيجيته لتطوير الجامعة ولا سيما تلك المتمثلة في تعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات التابعة للجامعة لمواجهة التدفقات المتزايدة للطلبة مع ترصيخ قيام الجامعة الدامجة جامعة القاضي عياض فهي من أكبر الجامعات المغربية فلها اليوم 125 ألف طالب يؤثرهم 1700 أستاذ و800 إداري وبها 230 تكوين يعني جامعة متواجدة بأربع مدن جامعية هي أسفي ومراكوش والصويرة وقلعة سراغنا وبمجموعة 15 مؤسسة جامعية هذا وأكد الرئيس الجديد لجامعة القاضي عياض على ضرورة الرفع من جودة البحث العلمي مراعاة لضروريات الحاضر واستباقا لاحتياجات المستقبل علاوة على تعزيز مكانة جامعة القاضي عياض كفاعل أساسي على مستوى الجهة من خلال إبرام اتفاقيات شراكة بين الجامعة والجهة اشتركوا في القناة